الأفكار الهدامة والمتطرفة دائما موجودة وأصبح للطلاع عليها شيء سهل وممكن لو أنا ما وعيتش ومدتش كمان الصح وطرحت له الأمر كما ينبغي أن يطرح بجد ومن العلماء اللي موجودين ومن الرجال الدين اللي موجودين وكبار رجال الفكر والسياسة السادة الوزراء والسادة الفنانين اللي موجودين رجال الدولة بمختلف قطعتها بيجوا عندنا في معه دادة قادة عشان يعودوا مع ولدهم بيتكلموا معهم ويبتدين هو يطرح ليه الأمر على الماء ده كده زي ما هم قاعدين ومش كده هو بس نخلص ده نسيبه أولادنا كمان يتنقشه أهم حاجة ده فعلا وبيطلعوا يا فندم والبادرات هيلة بدي مثال دايما وبإسم الشخص أكسم من جامعة القائرة التكنولوجية جديدة وخصوصا برنامج كده جديد اسمه الأطراف الصناعية أرجو أن الحاجات اللي زي دي أولادنا اللي في سنوية عامة يطلعوا عليه عشان يبتدي أنه هو يدخل حاجات جديدة محتاجات دولة بجد كان عندنا فوق جميل جدا ده طلبة الكليات التكنولوجية والبرامج المختلفة في الجامعات التكنولوجية والأهلية جديدة وبالفعل أهد معهم كبار رجال الفكر والعلوم وكبار رجال الدولة كلمناهم في الأمن القومي عامل إزاي كلمناهم في أحدث حاجات خاصة بريات الأعمال الحاجات الخاصة بالتغير المناخي والاستدامة ويوي ويبتدينا عشان نشوفوا أولادنا في ورش عمل مختلفة هيتلعوا بإيه وأولادنا هما بيتناقشهم مع بعض أكسم طلع بفكرة أنه عايز يوطن صناعة الأطراف الصناعية في مصر وبعدها بأسبوعين بالزبط كان في خامة رئيس الجمهورية أطلق القرار بتوطين صناعة الأجهزة والأطراف الصناعية في مصر أكسم جاء زرني قال لي يا دكتور ده حصل كذا قالت لي يا ابني ما صوتك ما اسموها ومصوتك لوحدك كل الناس بس إحنا عايشين زي ما حالك كنت بتتكلم على العصر اللي فات إنه الصوت ما بيتسمعش وما بيطلعش وما فيش عندنا فكر جديد لا لا بالعكس ده دلوقت يبقى كل الشباب هما اللي بيمكنوا من الأماكن بتاعتهم داخل الدولة وده مطلوب إنه إحنا يبقى فيه جيل تاني وثالث ورابع وعشر يبقى قادرين إنه هما يتحملوا المصير اللي قدام